اشتركوا في القناة اليوم والى يوم القيامة الانسان بحاجة الى نظام متكامل ليعيش حياة سليمة في هذه الدنيا هذا النظام المتكامل ما هو طارتا نقول كما يقول بعض الذين لا يعتقدون بالاديان نقول الانسان هو بعقله وبتجربته يكتشف النظام الامثل ويصير في تجربته في الحياة خلال آلاف السنين الصح والخطأ يوصل الى نتيجة ان هذا النظام سياسيا هو الاسلام ذلك النظام اقتصاديا هو الاسلام في قضايا مختلفة هل من الحكمة ان يترك الله سبحانه وتعالى الناس آلاف السنين يجربون الصح عن الخطأ الى ان يصلوا الى نظام لحياتهم ولا زالوا الان ليسوا ضمن نظام واحد تشوف الشعوب والناس حتى شعب الواحد ليست انظمتهم الحياتية نظاما واحدا يختلفون وبعدين البرلمانات تجي تصوت ثم تعدل بالتصويت ثم تغير التصويتات وهكذا وهل مجرى ليس من الحكمة ذلك انت تتمكن من اليوم الاول ان تبين النظام الصحيح لهؤلاء لماذا لم تبين لهم فالرحمة الالهية وكذلك الحكمة اقتضت ان من اليوم الاول يبين للناس النظام الصحيح نعم يترك لهم مجالا في بعض امورهم المعاشية ان يكدوا ويعملوا ويكتشفوا لكن النظام الديني الذي يريدون ان يعيشونه وهذا هو نظام متكامل ليشمل جوانب الحياة المختلفة الاسس الاسس تكون اسسا صحيحة بينها الله سبحانه وتعالى نعم في الفروع نعطي مجال للناس يتطوروا في ذلك في بعض الامور المعاشية ايضا نعطي مجال لهم لكي يتطوروا في ذلك لكن الاسس كان يمكن بيانها من اليوم الاول ولا ينقص الله شيئا في ذلك في بيانها الرحمة تقتضي ان يبينها لهم ولذلك عندنا في الحديث الشريف الخليفة قبل الخليقة يعني الله سبحانه وتعالى جعل اول مخلوق من البشر نبيا واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة وهذه الخلافة استمرت من آدم إلى يومنا هذا وإلى ان يرث الله الارض ومن عليها لم يترك الله سبحانه وتعالى الارض بدون حجة هذا الحج قد يكون نبي وقد يكون وصي نبيا آخر الانبياء هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله ومن بعدها الأئمة والأئمة مستمرون باء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهذه بحوث ان شاء الله سنتطرق إليها لاحقا إذن الله الحكيم الذي لا نقص فيه خلق هذا الخلق لا يمكن هذا الخلق أن يكون عبثا لأنه حكيم زين ما هو الغرض من هذا الخلق الرحمة هذه الرحمة تقتضي أن يبين للناس كيفية عملهم وكيفية حياتهم الإطار العام والنظام العام لكيفية الحياة يبين لهم زين هذا بالنسبة إلى الدنيا بالنسبة إلى الآخرة الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان لأيام معدودة وينتهي يرحمه أيام معدودة وخلاص انتهى الأمر هل الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفيض هذه الرحمة من دون نهاية نعم قادر على ذلك زين تنقصه إفاظة الرحمة على الخلق بشكل دائم تنقصه شيئا كلا لا ينقصه شيئ زين إذا يتمكن من إفاظة هذه الرحمة بشكل دائم لماذا لا يفضها بشكل دائم إذا لم تكن الآخرة كان الخلق عبث أيضا حتى لو إذا في أيام معدودة الإنسان في هذه الدنيا يبين له النظام المتكامل زين أيام معدودة ويرحم في هذه الأيام معدودة بعدين ينتهي كل شيء بموته زين هذا أيضا خلاف الحكمة الحكمة تقتضي أنه ما دام أن تقادر على إفاظة هذه الرحمة بشكل مستمر فلماذا لم تفضها بشكل مستمر الله سبحانه وتعالى لذلك ربط عدم العبث في الخلق بالآخرة كما قرأنا هذه الآية من سورة المؤمنون آيتان أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ هكذا تصورتم أن خلقكم عبث ولا رجوع إلى الله وإلى حسابه في يوم القيامة فتعالى الله الملك الحق زين فأيضا هذه الرحمة تستمر إلى ما لا نهاية كيف يكون لنا أن نصبح قابلين لهذه الرحمة الدائمة في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يبين ذلك أنت وكل إنسان يمكن أن يصبح قابلا لتلك الرحمة الدائمة عن طريق العبادة إذا في سورة الذاريات الله سبحانه وتعالى يقول وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ حتى توجد فيهم القابلية للرحمة التي قالها الله سبحانه وتعالى في تلك الآية الأخرى إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم يعني خلقنا للرحمة وطريق الرحمة الدائمة هي العبادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر